وينضم إلينا الآن الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني للمزيد حول هذا الموضوع تحية طيبة لك الدكتور عبد الرحيم منار سليمي بداية فالمملكة المغربية دعت إلى عقد اجتماع طارق لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجي للتشوري والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة ما هي قراءتكم لهذه الخطوة أهلا بك أنس أولا يجب أن نعرف بأن المملكة المغربية نبهت منذ سنوات إلى أن هناك انسداد لمصار المفاوضات أو الحلول السياسية بما لا ليس هناك مفاوضات تقول بأن هناك ممر مغلق يسير فيه السراع الفلسطين الإسرائيلي ونبهت إلى أن هذه المسألة خطيرة وقد تكون هناك تداعيات بمعنى كبيرة جدا إذا صارت الأطراف في هذا المصار المغلق وهو ما يقع اليوم بما نبهت منذ سنوات اليوم يبدو بأن غياب الحوار والمفاوضات والسير في مصار مغلق هو الذي أنتج هذا العنف والمغرب لديه خبرة كبيرة في المجال الدبلوماسي هو يعرف جيدا بأن مصارات العنف والحروب لن تقود إلى حل هو يدعو لهم إلى مرة أخرى أولا إلى التدخل بسرعة لاحتواء هذا الخطر بمعنى أن تكون هناك حماية للمدنيين في الطرفين لماذا؟ لأن هناك مصالح لمجموعة من الأطراف يتعلن أو تشعل هذا السراع ولكن الضحايا يكون المدنيين ثم أنه المغرب كان واضحا منذ البداية يقول بأن الحوار على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين والمبدأ حل الدولتين لا يمكن أن نسير إليه بالحروب بين الفلسطينيين والإسرائيل اليوم هناك صعود لتيارين متشددين في الطرفين وهو ما يشرح ما يجري اليوم إذن هناك دعوة بمعنى دعوة لاجتماع طارع المغرب يقوم بدوره ويدعو إلى اجتماع طارع لجامعة الدول العربية لماذا؟ لأن جامعة الدول العربية منذ بداية السراع دائما ظلت هي المكان الذي تجتمع فيه الدول العربية لتنسق وتضغط على المجتمع الدولي وتتشاور مع الأمم المتحدة وتكون هناك مبادرات عربية لحل هذه الأزمة اليوم الوضع هو خطير جدا هناك الآن نلاحظ بأن الطرف الإسرائيلي يدعو يقول بأن هناك حرب وهناك الطرف حماس هي اليوم لا أحد يعرف بمعنى أنها تنظر إلى نفسها تجاوزة السلطة الفلسطينية ويتعتبر نفسها بأنها هي التي تدير هذه المسألة وهناك العديد من التفسيرات التي بعيدا عن ما يقال هناك تفسيرات تنطلق من الوضع الداخلي داخل إسرائيل والوضع الداخلي داخل بين الفصائل الفلسطينية والوضع الإقليمي والوضع الدولي كلها تفسير ما يجري لهم نعم أنت ذكرت بأن هناك صعود لتيارين متشددين سواء على الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني لكن في الواقع برأيك هل نحن أمام تحول استراتيجية على مستوى الميدان فهذه العملية تعد عملية غير مسبوقة وكيف ترون وقع هذا التحول الميداني على الجانب السياسي دكتور منار أولا على المستوى الميداني اليوم كل التقارير الدولية تشير إلى اختراق وهي تتساءل حول المسائل الأمنية والمخابرات الإسرائيلية نفسها إسرائيل لازالت إلى حد اليوم لم تقدم معلومات كثيرة حول ما وقع تحت ما يمكن أن نسميه الصدمة بمعنى أن هناك تطوير وقع تطور كبير لدى حماس لأنه ضلت إسرائيل منذ سنوات وهي تقول بأنها تضرم حماس تحد من مقدورتها اليوم هناك تحول كبير جدا وهناك لا أقول توازن لم نصل بعد إلى توازن في المنطقة لأننا الآن نحن في مرحلة عنف هذا جانب من الناحية السياسية من الناحية السياسية الخطورة وهي أنه اليوم العنف هو الذي يروش وهو السائد اليوم كيف سيكون هناك نقاس سياسي إذا لم تكن مبادرات مثل ما دعا إليه المغرب على مستوى جامعة الدول العربية إذا لم يكن هناك ضغط من طرف الأمم المتحدة وإذا لم تكن هناك عودة مثلا للسلطة الفلسطينية إلى الوجهة لأنه اليوم مثلا السلطة الفلسطينية هي المحاور لإسرائيل ولكن حتى داخل إسرائيل هناك مشكلة هناك طرف متشدد الكثير يحمله المسؤولية لماذا؟ لأنه طرف لا يؤمن بالحوار يؤمن في العنف فقط وقلت بأنه منذ سنة 2007 هناك غزة التي يعتبرها الكثير بأنه سجن كبير جدا فيه الكثير من الفقراء أزيد من 60% عائلات فقيرة جدا وهناك أطراف التي تروج خطابات ولكن لا تنتبه إلى حالة المدنيين الوضع هو صعب جدا وهناك من يتحدث على إمكانية إذا تطورت الأمور ولم يكن هناك ضبط لها بالحلول الدبلوماسية والتدخل الدبلوماسية أن تتحول إلى حرب إقليمية كبيرة لماذا؟ لأن هناك أطراف تريد حربا دكتور هل هذا وارد؟ هل يمكن أن يبتد الأمر إلى حرب إقليمية شاملة ربما تغير من معالم المنطقة؟ باختصار لو سمعت إذا لم يكن هناك تدخلات دبلوماسية عاقلة في الساعات المقبلة ولم يكن هناك اجتماع لجامعة الدول العربية واجتماع للأمم المتحدة هذه الحلول الموجودة في العالم لا ننسى هذه المسألة فقد تتطورت تنزلق الأمور إلى حرب إقليمية وهناك أطراف تستعد لهذه الحرب الإقليمية وهناك إشارات من طاعت بعض التصريحات التي تقول بأن هناك من يحرد يحرد تفتجاه هذه الحرب لأنه يستفيد منها والضحايا هم المدنيين في كل الأطراف بمعنى مدنيين اليوم اللي راهم يموتون في كل الأطراف شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم منارسلم رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني كنت معنا مباشرة من الرباط شكرا على كل هذه المعطيات